الجزء السادس من إنشاء تطبيق عن طريق الموبايل وبأسهل طريقة جدا جدا وتابع معي شرح ويلا بينا طبعا حضراتكم أول حاجة هنخش على جوجل بعد كده في البحث هنكتب شات جي بي تي تمام وهنخش على أول موقع كويس جدا تمام بعد كده حضراتكم هنضغط هنا وهنكتب فكرة للتطبيق بتاعتنا وليكن النهاردة مثلا أنا هعمل تطبيق مولد الصور تمام هكتب أنشئ تمام هقول له أنشئ لتطبيق تمام زي ما أنتم شايفين HTML تمام المهم انكم تكتبوا HTML زي ما أنتم شايفين وبعدين هقول له مولد الصور تمام زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كويس بعد كده هضغط على إرسال هيبدأ أنه يعمل له كود HTML زي ما أنتم شايفين دلوقتي حضراتكم هو خلاص خلص الكود هناخده نسخ عن طريق نسخ الكود بعدين هنفتح متصفح جديد تمام بعد كده في البحث هنا هنكتب اب كريتور تمام بالشكل ده اربعة وعشرين اب كريتور اربعة وعشرين اهي نضغط عليها وبعد كده هنخش على اول موقع وطبعا الموقع ده برضو اصيبه لكم في الوصف بعد كده حضراتكم الموقع يزهر معكم بالشكل ده كويس دلوقتي عشان نعمل تسجيل دخول او ساين اب تمام هنضغط على ساين اب بس الافضل انك تسجل عن طريق جوجل تمام اسهل يعني هنضغط على جوجل بعد كده هنا هنختار الجيميل اللي عايزين نسجل به داخل الموقع وليكن هختار ده بعد كده ننزل تحت ونضغط على متابعة وزي ما انتم شايفين بدأ ان هو يسجل داخل الموقع باسهل طريقة تمام زي ما انتم شايفين بيقول لي هنا الدولة مصر طبعا انا في مصر فانا هختار مصر لو انت دولتك مثلا العراق سوريا ايا كانت دولة فانت هتختار دولتك تمام تمام وهضغط على يحفظ كويس برضو ظهر معانا الشكل ده تمام عندنا حاجة هنا اسمها اسم التطبيق وهنا هنحط اسم التطبيق تمام وليكن هسميه مولد الصور تمام هسميه مولد الصور عشان ه行نا ي착стрنا طبعا انشاء تطبيق عن طريق الصور ان هو يعني يولد الصور كويس بعد كده حضراتكم بعد ما نكتب اسم التطبيق عندنا حاجة اسمها ايكونة التطبيق تمام ودي نحط صورة التطبيق بتاعتنا تمام طبعا يا جماعة ملحوظة انا مترجم الصفحة يعني للغة العربية عشان تفهمه. فانتم عشان تترجموا الصفحة للغة العربية هتضغطوا على التلات شرط. بعد كده تنزلوا تحت حالي حاجة اسمها الترجمة. والترجم الصفحة للغة العربية. تمام? انا دلوقتي هديف صورة لتطبيق هاضغط على اختيار ملف. بعد كده على الصور. واختار الصورة دي مسلا وهاضغط على اختيار. تمام? زي ما انتم شايفين ما دام هو ظهر عندنا يبقى كل حاجة تمام والصورة ضافت. تمام. كويس. عندنا هنا اللغة هنسيبها زي ما هي للعربي. وهنا وصف التطبيق يعني بتوصف التطبيق بتاعك. واللي هكن هكتب هذا التطبيق. تمام? هكتب هذا التطبيق عبارة عن مؤلد الصور. تمام. بعد كده هندغط على التالي. وزي ما انتم شايفين دلوقتي ظهر معنا الشكل ده برضو. هنسيب كل حاجة زي ما هي وهندغط على ودلوقتي ظهر معنا الشكل ده هندغط على حاجة اسمها وباب. بعد كده حضراتكم ظهر معنا الشكل ده. هنا هنكتب اي حاجة تمام? عشان احنا طبعا هنغيرها فيما بعد. وليكن هكتب مؤلد الصور. تمام? اي اسم يعني احنا زي ما قلت لكم هنغيرها فيما بعد. وهنا هنحط اي رابط. تمام? وليكن مؤسسنا نحط رابط الموقع نفسه. عادي. احنا كده كده هنغير كل حاجة. تمام? اهو. بعد كده على التالي. هندغط على بعد كده زهر معنا الشكل ده. تمام? هنقرب الصورة شوية. تمام. كل حاجة بقت تمام يا معلم. تمام. بعد كده زهر معنا الشكل ده. هندغط على حاجة اسمها الاقسام. زي ما انتم شايفين زهر عندنا مؤلد الصور. وطبعا لينك الموقع اللي احنا هنحزفه. بس احنا مش هنحزفه دلوقتي. هندغط على خلف. تمام? وهندغط على حاجة اسمها انشاء كسم. تمام? بعد كده حضراتكم هنختار الكسم ده. تمام? هندغط عليه. بعد كده على ادخل الكود. تمام? هنا. بعد كده على التالي. ونمسح الكود ده خالص. تمام? هنعمل له حاسف خالص. تمام? زي ما انتم شايفين حاسف. ونلسك الكود بتاعنا اللي هو جايبينه من شات جي بي تي. تمام? اهو. بالشكل ده. هو ده الكود. تمام? وهنا مثلا في عنوان الكسم هنسمي اي اسم برضو. هسميه انا بيسو. تمام? بعد كده حضراتكم هندغط على يحفظ. دلوقتي حضراتكم بقى هنيجي نمسح اللي هو ده. تمام? اللي احنا حطينا رابط الموقع. والاسم ده. هنعمل له حاسف. تمام? بعد كده على نعم. وهنسيب الهتش تي امي اللي زي ما انتم شايفين. كويس. بعد كده دلوقتي هندغط على حاجة اسمها تصميم. بعد كده على نوع القائمة. بعد كده حضراتكم هنخلوها بدون قائمة. تمام? زي ما انتم شايفين. هندغط على بدون قائمة. بعد كده هندغط على يحفظ. وبعدين دلوقتي هنروح برضو نكمل الشرح بتاعنا. هندغط على ايكونة الرئاسية. وتقدر من هنا تغير صورة التطبيق بتاعتك. كويس. هنيجي على حاجة اسمها معلومات عامة. تمام? هندغط عليها. بعد كده على الاسم للايكونة. ومن هنا حضراتكم تقدروا انكم تغيروا اسم التطبيق. وبأسهل طريقة. طبعا عندنا حاجة اسمها اسم الحزمة. هندغط عليها ونحزف كل ده. تمام? ومسلا هكتب باسل عواد. تمام? ونقطة اي بي كي. تمام? وهسيبها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام? عندنا هنا اسم الاصدار. هنخلوها زي ما هي. ده يا جماعة عشان انتم يعني لو عملتوا تحديث ليه التطبيق. تقدروا انكم تعلوا الرقم ده. بمعنى ان انا مساحة التمانية. هكتب مسلا تسعة. ان الناس سيفهم ان فيه تحديث جديد. تمام? هسيبها على التعيين الافتراضي. بعد كده ننزل تحت. تمام? طبعا اظن ما فيش اي حاجة تتعامل تاني. هندغط على يحفظ. ازاي بقى نحمل التطبيق بتاعنا? هندغط على تحميل التطبيق. بعد كده هندغط على حاجة اسمها تحميل التطبيق. وهيبدأ ان هو زي ما انتم شايفين ينزل التطبيق للموبايل. وبقى اسهل طريقة جدا جدا. زي ما انتم شايفين حضراتكم هو ده التطبيق بتاعنا. وطبعا ظهر عندنا العنوان اللي هو اسم التطبيق يعني مولد الصور. هندغط عليه نفتحه. ونشوفوا شكله عامل ازاي. زي ما انتم شايفين بقى شكله ممتاز جدا. وهندغط على السماح اكني تطبيق حقيقي. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين هو ده ال HTML اللي احنا طلبناه من شات جي بيتي. وطبعا حضراتكم لو عايزين تعملوا تحديث للتطبيق. كل اللي عليكم انكم بتسأله شات جي بيتي. وتعدله اي حاجة. وتاخدوا الكود وتروحوا تحطوه في الاقسام. وبس كده. ده كان شرحنا النهاردة. كان معاكم باسل من كناتكم بيسو تكنولوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة 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 شكرا